هذه النقاط هي أخطاء أحمد العطواني المتسببة بنادي الطلبة أولاً أحمد العطواني هو المسؤول عن تواجد الطلبة بالمركز التاسع عشر وهو المسؤول عن اختفاء عقود اللاعبين والمدربين وهو المتسبب بتدني مستوى الفريق منذ أكثر من 15 عام أحمد العطواني هو المسؤول عن ديون النادي البالغة 400 مليون وهو من قام بتهديد نجوم الطلبة والجماهير المطالبين بإصلاح وضع النادي هذا اللي ارتكبه أحمد العطواني حتى يوصل للمرحلة أنه ينظروا بهذه الطريقة هذا ذنب برنامج كوراً أنه يغطي تظاهرات الجماهير اللي الطالب بإصلاح وضع الطلبة الأنيق ناس الطالب بحق النادي يريد يرجع لأناقته رئيس نادي يسمى الأنيق هيش نصرف ونوصل إلى ضرب بهذه العدوانية بصراحة أنتظر توضيح يا شباب متى ما يتصل الكابتن على كاظم بالمباشر خلوه يدخل علينا بالجاو خلو ننتظر توضيح من عنده لهذه المرحلة احنا حق الرد مكفول لهذه المرحلة احنا نقبل بالاعتذار ونشوف شنو السبب اللي يوصل لمرحلة أنه يضرب مراسلنا ترجمة نانسي قنقر